احد الصحفيين البريطانيين سأله بسخرية عن هذا اللباس التقليدي الذي لا يستر من جسمه شيئا لماذا تمشي عاريا فاجابه غاندي مبتسما لانني امثل امة من العراه والجائعين بسبب الاحتلال البريطاني وكان ياخذ معه عنزة على فكرة ياخذها معه في كل مكان فاشار الى العنزة التي معه الناس مستغربين زعيم دولة جاي معه لابس لباس شبه عاري معه عنزة فاكمل قائلا يقول ويشير الى العنزة يقول اصبحت العلاقة بين الهند وبريطانيا كعلاقة مع هذه العنزة تجرها معها لتحلب لبنها هذا كلام طبعا كان له تأثير السحر على الجموع